أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام في كل مكان وأهلا بكم في أولى تغطيطنا اليومية هكون أنا مع حضراتكم بهيرة وليد امبارح أحيط الفنانة الكبيرة أمال ماهر حفل ضخم بمدينة العالمين الجديدة وده يعتبر الحفل الأول بعد غيابها لفترة طويلة وبعد الجدل الكبير اللي أثير عن اختفاءها الفترة اللي فاتت وطبعا الإقبال كان كبير على الحفل من الجمهور وشخصيات فنية واجتماعية معروفة وأيضا أطلق عليه رواد السوشال ميديا هاشتاج عودة ملكة الغناء العربي والحقيقة أن إطلالة أمال ماهر في حفلها بالعالمين كانت مميزة للغاية فهي كانت إطلالة أنيقة بالأبيض خطفت فيها أنظار الحضور وانتشرت صور أمال ماهر في الحفلة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط ترحيب ودعم كبير من الرواد برجوع أمال ماهر للغناء مرة تانية وشهد الحفل مجموعة من المفاجآت واللي كانت حديث الساعة من بداية الحفلة حتى نهايته وكانت أول المفاجآت هي أغنية أمال ماهر الجديدة ذرة رجولة واللي فاجأت بها الفنانة أمال ماهر جمهورها في الحفل وهي أول أغاني ألبومها الجديد وطبعا وبمجرد ما بدأت أمال ماهر في غناء الأغنية الجديدة ظهرت علامات الاستغراب على ملامح الحضور وده خلى أمال ماهر تهزر مع جمهورها اللي أبدأ علامة استفهام على اسم الأغنية وقالت ما تفهمونيش غلط واستغلت أمال ماهر فرصة الحفل عشان تطمن جمهورها عليها وكشفت عن سبب غيابها في الفترة اللي فاتت وقالت وهي على المسرح معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم كان عندي كورونا بس الحمد لله تعفيت وحبيت إني أطمنكم علي وبعد ساعات من الغناء والاستمتاع بصوت أمال ماهر أنهت النجمة الحفل بشكر الجمهور وقالت أنتو حبيبي ومش أغيب عنكم تاني وده مكاني وأيضا من المفاجآت اللي حصلت خلال الحفل هو حدوث حالة إغماء بسبب الازدحام الشديد وسقطت فتاة في التلاتينات من عمرها وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف وتولى الأطباء عملية أعادتها لوعيها مرة تانية الجدير بالذكر أن الحفلة حضرها عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة كوزيرة اتضامن نيفين القباج وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة لعدد من الفنانين أبرزهم إلهام شهين وألفة عمر ومصممة الأزياء ناس شهين وظهرت الفنانة إلهام شهين ونيفين القباج في الحفلة بين الحضور وهم مسكين عالم مصر وطبعا في النهاية بنتمنى التقلق الدائم للفنانة أمال ماهر وإنها ما تغيبش تاني عن جمهورها وتفضل تمتعنا بأغانيها وألبوماتها اللي بيعشقها الجمهور وبكده تكون انتهت تغطيتنا بالتأكيد سنتابع دوما مع حضراتكم كافة المستجدات بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى موسيقى